السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأحباء طلاب الصف الثالث التمثيل بالرموز صفحة 141 هنتعلم اليوم مهارة جميلة جدا ومهمة اللي هو تفسير الجدول المرسوم بالرموز وحنحل الأسئلة من 6 لتسعة بيقول استعمل التمثيل الذي يعرض التقارير المكتوبة من قبل طلاب الصف عن القرات مبدأيا يا شباب قبل ما نقرأ أي سؤال من الأسئلة المكتوبة لازم نتجه بنظر كده ونذهب للمفتاح اللي هو تحت في الجدول هذا ولازم نعرف كل رسمة تمثل كم طالب مكتوب هو هنا في المفتاح أن الرسمة الوحدة الكرة الواحدة تمثل أو تساوي طالبين كل كرة تعادل طالبين طيب بعد كده هنروح نحسب قبل برضو ما نقرأ الأسئلة نحسب قرأ أسئلة كم طالب كتب عنها لو عدنا الكرات الكرة دي باتنين وهذه اتنين أربعة وهذه اتنين ستة وزيد اتنين تمانية وزيد اتنين عشرة يبقى عشر طلاب كتبوا عن قرأ أسئلة أو نحسبها بطريقة ثانية عندي كم كرة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمس خمس كرات والكرة فيها طالبين يبقى خمسة ضرب اتنين بعشرة كرة أوروبا كرة واحدة يعني اتنين عدد الطلاب اللي كتب عن أوروبا اتنين كرة أسيا أو أستراليا جدام منها كرتين والكرة فيها طالبين يبقى اتنين ضرب اتنين أربعة أربعة طلاب كتبوا عن أستراليا أمريكا الجنوبية كرتين بأربعة وفي نصف كرة الكرة بها فيها اتنين يبقى نصف الكرة فيها واحد واحد مع الأربعة يبقى خمس طلاب كتبوا عن أمريكا الجنوبية افريقيا كتب عنها أيضا زي أوروبا اتنين ده مبدئيا جبل ما نقرأ أي سؤال طيب نتايبا عندي سؤال رقم ستة وقلمك معاك واكتب ورايك أي كار كتب عنها معظم الطلاب معظم الطلاب أو عدد كتير من الطلاب كتب عن كارة آسيا هتكتب هنا آسيا اسم الكارة آسيا نعم رقم سبعة أي كار كتب عنها خمس طلاب خمس طلاب جدام أمريكا الجنوبية هتكتب عندي رقم سبعة هنا أمريكا الجنوبية سؤال رقم تمانية أي كارتين كتب عنهما عدد متساوين من الطلاب القارتين اللي نوهم نفس العدد من الطلاب قارة أوروبا وقارة إفريقيا كل قارة كتب عنها اتنين من الطلاب السؤال رقم 9 ما عدد الطلاب الذين كتبوا عن قارة أستراليا احنا مجيوبين السؤال ده أستراليا كتبين العدد جدامها أربع طلاب هتكتبين أربع طلاب ودي مهارة تفسير الرسمي بالرموز ودي أهم مهارة في الدرس ده في بعض الأسئلة اللي هي النظرية بدون جدول زي السؤال رقم 10 هنحل السؤال ونشوفه مفتاح التمثيل بالرموز يبين أن كل رمز من الرموز هذا الكتاب يمثل أربع قصص يعني جدول محتوط لك الكتاب تحت في المفتاح أن الكتاب هذا يمثل أربع قصص طيب السؤال ما عدد الرموز التي تمثل اتناشر قصة يعني الكتاب رسمة الكتاب لها أربع قصص طيب لو أنا عندي اتناشر قصة نرسم كم كتاب طيب ممكن نعملها عملية زيهنية نجسم اتناشر على أربعة فها الثلاثة يبين أن نرسم ثلاثة كتب ما انتش مستوعبها هتعمل الآتي أنا لو رسمت كتاب واحد يبين فيه كم قصة الكتاب الرسمة الكتاب فها أربع قصص طيب كمان كتاب يعني كمان أربع أربعة واربعة تمانية طيب يرسم كمان كتاب يعني فيه أربع قصص يبين كده وصلنا إلى اتناشر قصة يبين لو رسمت ثلاثة كتب أدي كتاب وكتاب وكتاب كل كتاب فيه أربع قصص كل رسمة كتاب تساوي أربع قصص يبين عدد اتناشر قصة يبين الإجابة هنا هنكتب هو بيسألك كم عدد الرموز التي تمثل اتناشر قصة هنكتب ثلاثة رموز ثلاثة رموز ثلاث رموز أو نكتب ثلاث ونرسم له رسمة الكتاب مفتاح التمثيل بالرموز يبين أن كل رسمة الشمس هذه تمثل عشر أيام ارسم عدد من الرموز هذه يمثل خمسة وعشر يوم طيب لو أنا رسمت رسمة الشمس كده عشر أيام طيب كمان رسمة الرسمة فيها عشر كده عشر يوم باقي كم من الخمسة وعشر باقي خمسة والخمسة نصف العشرة معنى كده أننا هنرسم نصف كرس يعني هنرسم كرس الشمس كده نصفه ماشي يبقى كده نرسم رمزين وإيه هو نصف ماشي رمزين هو بيقولك ارسم يبقى أن تحترسم رمزين كاملين كرس الشمس كامل وجنب منهم ايه نصف كرس تمام ده سؤال نظري بدون الجدل تمام الواجب هنترك لكم الواجب رقم اتنين رقم اتنين صفحة مية اتنين واربعين رقم اتنين صفحة مية اتنين واربعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته